في أول زيارة له إلى موسكو منذ تعيينه شدد المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسن على ضرورة تطبيق القرار الأممي 2254 لإعادة إطلاق العملية السياسية وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بيدرسن أكد خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عزمه العمل مع روسيا على إعادة إطلاق عملية التسوية السياسية حول سوريا وأعلن المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسن أن على روسيا والأمم المتحدة أن تلعباء دورا رئيسيا في تسوية الأزمة في سوريا وإنجاح العملية السياسية هناك وقال بيدرسن في بداية اللقاء أنه يعتزم لاحقا تطوير وتعزيز العلاقات بين روسيا والأمم المتحدة معاربا عن اعتقاده بأنه ينبغي على كل من الأمم المتحدة وروسيا لعب الدور الرئيسي في دفع العملية السياسية في سوريا قدما بدوره أعرب وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف عن أماله في استمرار العمل مع المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا وقال خلال اللقاء مع بيدرسون أنهم يشددون على أهمية التعامل في إطار عملية أستانا والتعاون مع الأمم المتحدة في تفعيل العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 جولة مباحثات هي الأولى التي يجريها المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا منذ تسلمه مهام منصبه خلفا للمبعوث السابق ستيفان ديمستورا كانت موسكو هي محطته الثالثة في هذه الجولة التي بدأت من دماشق حيث التقى ممثلين نظام السوري بينما كانت محطته الثانية الرياض التي أجرى فيها مشاورات مع هيئة التفاوض السورية تنتظر المبعوث الجديد مهمة صعبة للتعامل مع التارك الثقيلة وإرث من الإخفاقات التي لم يتردد سلفه ديمستورا في الاعتراف بها وهو يغادر منصبه وبينما ينتظر الكثير من المبعوث الجديد فإنما ترشح من اللقاءات والمشاورات التي أجرها حتى الآن لا تعد كونها أكثر من مجرد تمنيات ستكشف الأيام صدقها من زيفها